اعتماد العراق على المتنفس الوحيد لبيته الاقتصادي جعله في لعبة تحدي الموت السريري باعتماده على النفط فقط كمورد ملي يرفض البلد بتغذية احتياجاته ومنها الميزانية السنوية التشكل مبيعات النفط قرابة 95% منها الورقة الاكثر تعرضا لصفيح الاقتصاد الساخن هي ورقة الرواتب التي تضع العراقيين في حالة حذر وترقب سيما مع رقلة اقرار الموازنة نتيجة تأخر تشكيل الحكومة الذي صنعته خلافات الطبقة السياسية اللجوء الى حل صرف الرواتب وفق مبدأ 1 على 12 يراه مليون مسألة حرجة في تجاوز ازمة الصرف اذ تشبه عملية الضحك على القانون فيما يتعلق باعتماد الموازنة السابقة وقراءة كل راتب شهري على حداء ربما لن تنجح تلك الألية يقول مختصون فيما قد تعتبر حلا لفترة قصيرة من الوقت لكنها ليست الحل البديل لغياب الموازنة حتى الآن الرؤية البرلمانية اكدت عدم قدرة الدولة صرف الرواتب والانفاق باعتماد نظام 1 على 12 وهو ما قد يوقع الرواتب بمخالفة قانونية كبيرة تناقض كبير مع تصريحات حكومية ترجح قدرة صرف الرواتب شريطة ايقاف الترفيعات لموظفي الدوائر الحكومية في الحالتين تبقى قضية صرف الرواتب متأرجح على ضمان لاستقرارها بسبب عدم استقرار المعادلة السياسية من جهة واستمرار شبح الفساد بنهش الموارد النفطية للدولة ومع هذا فإن كل ما يرجه العراقي الحصول على راتبه في العام المقبل لكن مع تلك الترجحات وتفاقم أزمة السياسيين مع تجاوز عمرها العام يحذر مراقبون من عدم الوصول إلى حلول لإصال ورقة الراتب إلى جيوب العراقيين في شهور قريبة مقبلة